تحية صباحية هل شهداء ثلاثة من نفس العيلة من نفس البيت عاشوا بالتقوى بالفضيلة بالالتزام الإيماني وما جحدوا بالإيمان بل اعترفوا بالرب يسوع قدام الناس وهو اعترف فيهم قدام بيوا بالسماء قد نحن اليوم ناس عم نشبههم ناس عم نمشي على خطاهم عم نعيش هذه الفضائل بقلب عيالنا بقلب بيوتنا كعلمانيين لأنه ما كانوا لمكرسين ولا كانوا ناس هيك مرسومين على اسم الله نحن اليوم أبناء الله ونحن بدنا نشبه هالشهداء اللي بيظل الاتهاض وبكل معركة وبكل مواجهة وبكل تحدي بدنا نرفع اسم الله بالعالي بالعيش مش بالقول بدنا نقول نحن اليوم مسيحيين ونشهد لمسيحنا لهالقدة عطانا حب لا متناهي ورحم لا متناهي وعطانا الخلاص نحن مننتبه لهذه النقطة الأساسية بحياتنا اليوم قديش بدنا نطلب ملكوت الله وبره ونحن ناس ماشيين على العميانة نحن ناس بشو عم نفكر وين رايحين بالإيمان كل هذه الأمور والتفاصيل بدنا نضوي عليها مع سيدنا ليس سليمان ضيفنا اليوم رئيس المحكمة الاستقنافية البطيركية المارونية وراعي أبراشيد اللي تقي المارونية سابقا منحييك سيدنا ومنلك أهلا وسهلا فيك وينعاد عليك اليوم كمانا نعاد عليكم جميعا إن شاء الله بتألق أبناء الله قدام الله وقدام الناس تنكون مشهد للعالم إنه منفتخر بأله بينا ومنفتخر بيسوع اللي هو مخلصنا وفادينا وبالعدل اللي هي أمنا ونحن على أقدام الصليب معاه أمين 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 اليوم معك بدنا نضوي على كافة هالنواحي انطلاءا من حياة هالشهداء الثلاثة المسابكيين اللي رفضوا ينكروا الإيمان وماتوا في سبيل المسيح قديش اليوم نحن مستعدين نعمل مثل هالشهداء بيظل أو بيخضم هذه المعارك اللي عم نخوضها يوميا نحن ناس مسيحيين بنعرف نحن مسيحيين كيف ونحن مسيحيين ليش قدي هويتنا وانتمائنا عم بيفعلوا بحياتنا اليوم تعرفي ذكرتي شهداء المسابكيين الثلاثة اللي هني علمانيين منهم اتنين أرباب عائلات أرباب عائلات وخيهم كمان رفائل بس أنا بدي يوسع شوي تأذكر كمان الرهبان الفرانسيسكان والإرديس أبونا يوسف دمشقي اللي هو أرتودوكسي وأعلنت أداسته بنفس الليلة ما حشو هداء ثلاثة؟ نعم كلهم سوا بنفس الليلة بتسعة عشرة تموز 1860 نعم كانت الأرض بحالة بركان والسماء بعرس تهليل نعم حالة بركان الحرب مشتعلة بسوريا بلبنان بلبنان المجازر بالضبط يعني كل هذه الأمور اللي كانت من إجرام ويمكن دحايا وشو هداء نعم وناس عم هيك تنتزع منهم الحياة تنتزع منهم الحياة مش عم بيموتوا بطريقة طبيعية عم بيستشهدوا تعرفي؟ تعطى لقلن الحياة هولي لأن الحياة عادة مش محدودة نحنا هون عم نحضر لحياتنا الأبدية الحياة هي أبدية هوني مشيوا صوب الحياة الأبدية اليوم ولدوا بالسماء مثل مبارح نعم نعم يعني من خلال سيرة حياتهم نعم بدنا نحكي أكتر نضوي على هالشهداء الثلاثة الموارنة نعم اللي أصلا من دمشق من سوريا نعم نعم أهن من أهن مسابكي يعني كانوا من حي مسبك وكان يشتغلوا بسبك الأجراس أجراس الكنائس من هون مسبكيين وهن من عائلة عريقة عائلة سرية غنية غنية بالفضائل بالأول وبعدين إجا الراحة المادية بس بالفضائل هني كانوا مثل كل عائلاتنا بهالوقت هيدا يعني يجمع البي العائلي يصلوا المسبحة يقروا بالإنجيل ويخبروا البي لأولاده لعائلته حياة الإديسين ويذكروا شو هي هويتهم مش هويتهم بس يأكلوا ويشربوا هويتهم يمشوا يعرفوا مين هني بالأول أنا كمسيحي أنا مين حقيقة أنا ابن الله نعم بي يسوع أنا ابن الله كيف الله حبني بتطلع بالشهيد الأول اللي هو يسوع شهيد الجلجلي اللي الله صار إنسان وقبل يصير إنسان حتى يعطينا اللهوت كله فينا هو الحي ويعمل مننا أولاد الله ويقلنا الله باي الله باي ما تكره بيخوف لا باي بده يبني أولاده على أساس مش الإمكانيات الدنيوية لا على أساس إنه هو ابن السماء السماء هدفه وحياته على هالأرض هي بدأت تعرر مصيره الأبدي كيف عم بيعيشها هنه ما كانوا بس شهده بحياتهم بليلة تسعة عشرة تموز الف وثمانمائة وستين كل حياتهم عايشين شهده شهود قدام الله بمحبته اللي ما إلى حد وشهود قدام الناس عن محبتهم للناس ومحبتهم لبعضهم البعض والعائلة كانت من فتحة على العائلات الأخرى ما كانوا بسكرين اليوم نحن مشكلتنا أنه ملح في الطعام نعم بس بدي أعرف هل طعمته بعد يسوع أم فقد طعمته وإذا الملح فقد طعمته لشو بيصير للدعس بيكبوه حتى ما عاد يكون صالح يكون سماد بقى نحن أهم شي نعرف أنه هالعائلة بدي أعرف شو عائلتي شو عائلة الأخوة السامعين شو عائلة كل الناس بدي أتطلع هنه كيف عاشوا كيف عاشوا الكبير بيناتهم كان فرانسيس نعم وكان معروف بأخلاقه بصفاته الحسنة بمحبته بمساعدته للفقراء والناس والوقف والدني كله سوا وكان يدفق عليه هو كان تاجر حرير كان يدفق عليه الخير من كل جهات وهو كان يعطي يعطي بدون حدود وكان عارف من هو هو شخصيته سابتي قوي يجمع ببيته كان بيت خيو عبد المعطي وكان خيو كمان رفائل خيو عبد المعطي كان عنده عائلي كمان رفائل لأ ما كان مزوج وهو كان عنده ثمين أولاد فرانسيس عائلي كبيرة عائلي كبيرة وعبد المعطي كان عنده خمس أولاد نعم من ثلاث الصبايا وابنين اليوم إذا بدنا نفكر بعائلاتنا مقرنة مع هذه العائلات ومع كل اللي عم نمرق فيه من معاناة قد الإنسان فعلا بيواجه هذا التحدي بصلابة الإيمان وبالثبات في الصلاة لأنه مثل ما اعتبر فرانسيس صلاة أهم من كسب المال وفضيلته تضحيته حياته بدون خطية وعطاؤه للمحتاجين لأنه اليوم كمانا أكتر منا من فكر قديش الغنى بيكون سبب لعدم عايشنا بهذا الشكل أو الفقر بيكون سبب لنكون نعم متزمرين ايه تعرفي كان عارف مينوه هو وكان مستدير دايما صوب السماء دايما وبكل شي بكل تعامله ما كان يسمح لنفسه بأي شيء غير شرعي أبداً شو ما كان يكون لا ربح ولا غيره وكان هو تاجر حرير ووسيط تاجر حرير يعني مثل كانه اليوم تاجر نفط ايه بيها المعنى هيدا وكان كله سوا دايره سوا بربنا وبالشكر وبس في شغلي هو كان غني بالأمور الروحية بالأول كان غني بالأمور الروحية يعني هيدا كان زيادة لأله هذا الأساس نعم اللي نعطى فيما بعد كان بالضبط زيد على الكنز الأساسي بالضبط الغنى المادي هو كان غنى عارضي لأنه وقت اللي صار الاستشهاد كان هو مدين 800 ألف دينار أو شي من هذا يعني لمفتي دمشق مفتي دمشق بيبعث له المفتي بليلتا مين يقل له غير دينك من خلصك ايه بتخلص انت وكل عائلتك غيروا دينكم قال له انا على ديني باقي وأنا بإلنا يسوع لا تخافوا ممن يقتل الجسد ولا يستطيع أن يلقي في جهنم خافوا ممن يمكنه أن يهلك النفس والجسد في جهنم الأموال اللي إلي إياها عندك خذ ما بدي شي روحي بتاخذ نفسي بتاخذ بس إيماني ما فيك تاخده أنا ثابت على الإيمان بيسوع المسيح ما بغير لحظة وبيقل له إنه أخوته انتبهوا ناطرنا لإكليل بالسماء أوه أحد يتراجع كمن للآخر من يصبر إلى المنتهى يخلص وكان وكان ساجد قدام سيدة الأم الحزينة بدير الفرانسيسكا لأنه وقت يعني هيدا الجلجلي كانت هيدا الجلجلي ومريم على أقدام الصليب تماماً بس هون هو كان شايفا هذي طريق المجد باب السماء نعم طريق المجد باب السماء نعم لأنه كان على مذبح فيه الأم الحزينة وكمان الصورة اللي عملوها لقلهم في مارمارون حامل مثل سعف النخل يعني علامة النصر الانتصار والإديسين ومن جهة تانية في الشهداء كمان الفرانسيسكا اللي كانوا تماني بقى كلهم كانوا شهداء وهن وقت اللي صارت الواقعة وبلشت الحريق وبلش الهجوم على المسيحيين وقتلهم من كل الجهد هن كانوا بداير مار فرانسيس بداير الأباء لفرانسيسكا راحوا بديمشق بان بيتهم وبان الداير ما في مسافة نعم إلتجوا لهونيك يعني هرباً من المسلمين يلتجوا للكنيسة دايماً نعم لأنه ملجانة هو ربنا الكنيسة نعم يخلوا يبقوا النساء والولاد بالبيت مفاكرين إنه هاللي بيهجموا عليهم بيحترموا موضوع النساء والأطفال هنه ما احترموا حدا ما احترموا حدا وراحوا على الكنيسة صار فيه خياني من قبل واحد كان حارس بداير الفرانسيسكا دلن للرعاع هاللي عم بيجوا يقتلوا على الباب السري وفاتوا لأنه قبل الاستشهاد مباشرة سكر الداير يعني شنسا 11 بالله قبل الاستشهاد سكر الاب عمانويل بواب الداير وقال له انت نطلع كلنا على السطح بعد اللي كانوا صلوا واعترفوا وتناولوا وعملوا طلبة جميع الاديسين وجهزوا حالهم بكل شي يعني عارفين انه راح يلاقوا هذا المصير في حال وصلوا لقالهم مستعدين مستعدين ايه مستعدين وطلعوا قال لهم رئيس الداير تاني طلع على السطح طلعوا على السطح بيجوا اول مني بيطلع لهم لهاللي جاين يقتلوا فرانسيس ما طلع بقي راكع قدام مزبح الام الحزينة عم بيصلي هاي دي كانت عادته ديما يعني هذا القديس او هذا الطبابي او رب العيلة من عادته كان ديما تماما يكون قدام هالمزبح ان بيصلي وبيهدوء كلي بهدوء كلي وقت اللي اجوا وصلوا لقالهم اول مين لقوه رئيس الداير قالهم مشوا تدلكم على كنز الكنيسة مشوا وراه وصل على المزبح فتح المزبح شعل الشمع فتح البيت الاربان اتناول الاربان كله حتى ما يدى الناس نعم وبس خلص قالهم هذا هو الكنز اللي عندنا احنا ما عنا كان صغيرو ضغري قتلوه هذا اول شهداء اول واحد استدارو صوب فرانسيس اللي كان راكع قدام الام الحزينة عم بيصلي قالولو بعتنا لعندك المفتي عبد الله اسمه بعتنا لعندك نقل لك انه مستعد يخلصكن كلكم سوا عنده شرط واحد انه تتركوا دين كونوا تحتنوا الاسلام قالوا هاي دي ما ما بتمشي لا تخافوا من يقتل الجسد مثل ما قلت ورجع بس تخلص ندار صوب المذبح ركع وبلش يصلي كما ليصلي يعني وقته هجموا وصاروا يقطعوا تقطيع بالفقوس بالسيوب بكل شي بهذه الطريقة الوحشية يعني قتلوا ثلاثة الشهداء ثلاثة مع الرهبان ايضا مع الرهبان بالضبط كلهم نقتلوا بنفس الليلة بهالطريقة هاي دي وابونا يوسف اللي هو الارتودكسي كان بالمريمية كمان نقتل بطريقة مشابهة وقتلوا بمكان آخر يعني ابونا يوسف في الدمشق ايه كان بكنيسة المريمية هاللي بلش من هونيك الحريق بالأول وبليلتها صاروا يكتبوا على بواب المسيحيين قبل بليلة يكتبوا على بواب المسيحيين مسيحي ويعملوا الصليب وقتا كان احمد باشا معروف يعني الجزار هذا السفاح السفاح ايه اللي قضى على ابيض العديد 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 بالملايين وبالألوف بالنهاية ساعدهم لها الاليسين انه يطلعوا على السماء وهو مصيره بين ايدان الله مهم بقى هو حرك الامور كتير كتير قاموا وثاروا عبد القادر الجزائري وكتير من الاسلام قاموا قالوا انه لا يا جماعة هاللي عم بيحكوه غلط غير صحيح وصاروا يحموا ببيوتهم كتير مسيحيين يعني صاروا مستهدفين بأثر عبد القادر الجزائري كان في اكتر من الف مسيحي خلاهم يلتجوا لعنده حتى ما ينقتلوا وفي كتير من الاسلام هاللي كانوا بالفعل معتدلين بدمشق كمان قاموا جن جنون قالوا شو عم تعملوا وكان عم بيحرقون احمد هذا الجزار جزار ايه احمد باشا احمد باشا الجزار ايه هو اللي كان عم بيحرقون وبالسر نفس هاللي قالوا نرسموا صلبان قالوا اعملوا دعاية انه هن هن اللي رسموها وهان كانوا يعني هاي دي حالة كانت كل الشهداء المسيحيين يعني منهم اللي قتلوا ببيوتهم منهم اللي كانوا بقوافل حتى منحكي عن كل المجازرة اللي صارت بحق هذا الشعب اللي مكتوب عليه الاتهاد من لحظة اللي بلشت يعني نحن كمسيحيين اليوم متطهدين اصلا المسيح بيقلنا كما اتهدوني سوف يتهدونكم نعم ويتتهدونكم من اجل اسمي اذا مين اللي عم بيتتهدوا بالحقيقة عم بيتتهدوا يسوع المسيح عم بيتتهدوا من خلالنا يسوع نحن اذا واحد عم بيقتل شخص ما بيعرفه كلمة شو عم بيقتل ليش هالخوف دايما من هذا الاله اله المحبة اللي لزل بطريقة مختلفة اللي كان بوسط العالم وبين الناس كان مختلف كتير واضح اذا شخص كان فاس اذا كان نضيف بمؤسسي فاسدين ما فينو يتحملو بيتشكوا علاه بيسموه شو مكان بيجربوا يقتلوه بيجربوا يطردوه بيجربوا لانه ما بيخلي ضميرهم مرتاح بفسادهم والعالم هيك ليش يسوع كانوا ضده الكتب والفريسيين لانه قال لهم قال لهم انه انتو ايها المرأون عم تضيعوا الناس حكو كلمة الحق بتكونوا تكونوا انتو حضور الله انتو ساهرين على الشريعة ايها شريعة كرمال تقاليد تكون عم بتدمروا شريعة الله ونحن من اليوم كملين بنفس المنطق اذا بدنا نرجع هيك نشوف قديش فيه امتداد من هذا الحدث من لحظة التجسد لغاية اليوم من 2022 سنة بعدنا نحن كبشر عم نعيش بنفس السراع نفس حتى العادات والسلوكيات الاجتماعية والتقاليد الموروسة يعني ما قدرنا نوصل الى مصاف يمكن المحبة اللي مطلوبة نعيشها اه لا لاش لانه نحن مش عارفين مين نحن ما منعرف انه نحن ولاد الله هاي بصفتنا الاساسية اذا فقدناها فقدنا حالنا ما منعرف انه نحن ولاد العدرة على اقدام الصليب ما منعرف العلي وين المشكلة من مين مين المسؤول عن عدم معرفتنا عن جهلنا اللي نحن بعدنا قابعين فيه منقول يمكن ليل طيب ليل اللي بيعرفه ويكتر الجهال ليش لانه اول شي انجيلنا بالبيت منحطه عرف بتاكل الغبرة طيب الحق مين حق على كل هاللي ما عم بيعيشوا بامانة ايمان انطلاءا من القيمين على خدمة الناس ما هن هن رجال الدين هن الكنيسة هن المسؤولين هن مين بس في شغلي مين المسيحيين مين الكنيسة نحن يعني جماعة المؤمنين كل المؤمنين المعمدين هن الديسين بطاقتن الديسين وقت اللي تعمد صار الديس البسوا المسيح بيقلنا مربولوس انتم الذين تعمدتم بالمسيح البسوا المسيح قد لبستم صحيح يعني بدنا نظل لابسينه هل بس يتطلعوا فينا لابسينه لابسينه ما نحنا منفصل عقيةسنا سيدنا نحنا لقدر نفصل عقيةسنا معنىها مش لابسينه ساعة من حط وجنا ساعة من شيله قناع صار نعم قناع صار ما فينا نكمل هيك بنلبس المسيح يعني بيصير المسيح هو هويتنا اللي بيطلع فينا بيشوف فينا المسيح هل فينا نقول هيك لا ما هادي هي اللي بدنا نرجع نسأل حالنا ما فينا نقول اليوم نحنا ما فينا نقول هيك وين إيماننا يعني إذا بدي نفكر بالشهداء المسيبكيين انطلاقا من هذا الحدث اللي صار بوقتها بالـ 860 وهالمجزرة ونرجع نشوف التفاصيل مع كل الشهداء القديسين مش فقط مع هؤلاء الشهداء نعم كلهم نحنا اليوم وين كنيستنا وين رؤسائنا الروحيين وين تعرفي مدام أول شي نحنا بعمادنا نحنا الكنيسة نحنا الإكليروس خدام الكنيسة مش أسياد الكنيسة خدام الكنيسة عرفوها هايدي ونحنا همنا أنه نعطيكم كل وسائل القداسة اللي هي الأسرار جسد المسيح دم المسيح الاعتراف المشحة كل هود المناولة حتى نتذكر نحنا مين نحنا مين إذا أنا ما كنت ابن الله مين أنا نعم كمش تطراب نعم سيدنا اليوم نحنا كتير منركز على المظهر على المظهر والخارج تقاليد الاجتماعية خربت الدنيا وكتير منبقى معلقين فيها وعطلانين هم اللي بيقولوا فلان ولا اللي بيقولوا ألتان ولا ولا كل هيدا الأمور شو السبب لأنه ما عنا مرجعية إلا إلهنا صار المجتمع شو بيقولوا الناس بس الواحد أو الوحدة ولادة يعملوا أي شغلة قولك هاللي بيشوفك هاي شو بيقولوا الناس ما بيقولوا شو بيقول الله نعم إذن المرجعية عم تتغير بدنا ننتبه المسيح كان كتير واضح بإنجيل متى بالعيذة على الجبل بدكنوا تصوموا غسل وجهك دهون شعرك ما تخلي حدا يحس إنك صايم تحتى تكون صايم حقيقة قدام بيك اللي بالسماء وبيك اللي بالسماء اللي بيشوف ما هو مخفي هو يكافئك بدك تصلي فوت على غرفتك سكر بيبك صلي بينك وبين بيك هاللي بيشوفك وهو اللي بيكافيك مش المجتمع بيكافيك وانتو كمان وقت اللي بياتكن تصالوا مع بعضكم البعض حيث مجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي أكونوا فيما بينكم حوض اللي إلهنا هذا هو مش إلهنا المجتمع نحن بحالة انحراف طبعا مضيعين البوصلة مضيعين حالنا بالأول مش عارفين نحن مين تاني شيء مضيعين الهدف مش عارفين إنه هدفنا السماء تالت شيء مضيعين الانتماء أنا ما عندي انتماء إلا شو بيقوله الناس يعني أنا نحكي عن العائلة سيدنا حضرتك رئيس المحكمة السنافية وقداش اليوم في عائلات عن جد عم بتعيش روح العائلة عائلة الناصرة نعم نشكر الله بس لال سارو بدنا ننتبه ما بقى نتطلع ونقول شو بيقوله الناس نقول شو بيقول الله هذا أثبت هذا أثبت لأنه بيعرف شو فيه بضميري نعم بدنا ننتبه على نوايانا شو هي إذا أنا ما اتطلعت بنيتي شو هي دمر الدنيا وأنا ساكت بقلبي دمر الدنيا لأنه مرجعيتي مش الله إذا ما كانت مرجعيتي الله مين بتكون المال لا تعبد ربين الله والمال بيدمرني لأنه تأحصل عليه بقتل الناس بعمل حروب بعمل كل شي تأحصل عليه وآخر شي بس يجي وقت مغادرة هدني لقدام ربنا بتركه وبمشي وإذا ما كنت مربة وللي مظبوط بس أنا غيب بيتخانقوا على المال وبيدفعوه للمحامين حتى يتشكوا على بعضهم وبيفوتوا على السجون وبيسبوا لي وقدرين يقتلوا بعضهم وقدرين يقتلوا بعضهم شو عامل لي المال ما علمني المحبة ما علمني التضامن ما علمني أني حط قدامي الهدف السمسر بدي غيب الله تقدر كمل بالشر اللي أنا فيه الله صار بيزعجنا بالضبط من هيك بدي غيبه بدي يقوله أنه ما بعرفك أو هللي بيقولولك أنه آه عندنا وقت بكرة بيأخرتنا من توب هللي ما بيعيش مع الله ما بيتوب ولا لحظة لأنه ولا حدا بيقول أنا هللي خلصت بدي عيش هللي خلصت حياتي بدي أعبر أبداً عنا شهادة أول شهداء القديس أغسطينوس أنه هيدا كمان بالضبط عايش بالرازيلة كل العمر بعدين بلحظة أهدداء إيه بس أمه دموع أمه دموع أمه لو عنا أمهات هلقد عندهم دموع لأداسة أولادهم كان مجتمعنا مغير كان مجتمعنا مغير نحن بأمس الحاج لترجع العيل تصير كنيسة منزلية نرجع لشرقيتنا شو بتقول العدرة بصفانية لاميرنا برسالة لألا سنة الألفان و وأربعة بتقول لرجعوا لشرقيتكن نحن بدل ما نقلد الغرب بإديسيه منقلده بالفال تاني نعم بكل الأمور الغلط لا في عندهم إديسين روائع بدنا نقلدهم فيها بدنا نكون أولاد الإيمان أولاد الإيمان منفكر حالنا بس روح على الإديس صليلي مرة أبانا ومرة سلام آه يا رب صليتلك يعني عم ربحه جميلة شو هو الإيمان الإيمان هو أني آخذ من الله كل ما هو فضائل ومحبي وتضامن مع الآخرين وبنفس الوقت آمن بأنه الله إله المشتحيلات والممكن أنا بعمله ليش بدي أطلب من الله المال والنجاح وولادي يصير عندهم مواقع اجتماعية كتير مهمة ما بطلب من الله محل اللي هني ولادي يحط قدامهم السماء حتى يمشوا صواب السماء بمجتمع مبين أنه فيه انحراف احفظهم يا رب بعالم الانحراف من كل انحراف حتى يمشوا بضوء الإيمان صواب السماء صواب المحبة صواب الخلاص وهونيك بيتحقق المشتحيل وقت اللي بيكون الله هو الحي فيي أنا وعم بيكون القتل أنا ومهدد بالخطر أنا وبيحالة مرض عنيف أنا وبيحالة اضطراب اجتماعي عم بخسر كل شي بتطلع فيه بقل له يا رب مين إلي غيرك ما في ثوابت غيرك وكل الباقي بيعبر تارك وماشي شو إلي فيه ما إلي شي مش بيتي بس أنا ما عندي هذه القناعة سيدنا اليوم كتار منا ما عندهم هذه القناعة بعرف الهوية بدي اقتنع و بدي آمن وفعلا إثبت بس نحنا اليوم عدد كتير كبير منا عندهم هذا الخوف الدايم هذا الاتراب هذا القلق هذا السعي ورا كل شي ورا الضو ورا البركز ورا المال ورا المقتنى ومش من تبهين أنه راح نفل بلحظة ونترك كل شي بالضبط بس يقفوا قدام لحظة العبور بيذكروني بالتلميذ اللي بيقضي كل السنة وهو باللعب والنوم وبس يجي وقت الامتحان قبل بيومان بيبلغش يسهر بالليل وبالنهار أشبقت فيله وبس تطلع نتيجة أنه راسب بتقوم قيامته درست نقاله سؤالان حفظن عن الغيب حقها الله هو دايما ما نور له عقله هو دايما بالعكس نور له عقله حتى يشوف شوه شو دارس وبياخد حصته نحن دايما بنحط الحق على الله وينك يا الله ومش ما بتلتفت فينا وعامل فينا هيك وضربنا وجيبنا واخدنا هاي دي شكوينة دايما لأنه نحن غايبين عن الله مش الله اللي غايب عنا الله على بابنا دايما بقلوبنا عم بيستمرار عم بيقلنا شو عم تعملوا بحالكم شو عم تعملوا بحالكم إذا أخدتوا هالطريقة هاي دي بتوصلكم على السماء إذا أخدتوا هالطريقة هاي دي بتوصلكم على الهلاك بدكن تاخدوا هالطريقة وتوصلوا على السماء ايه ما بتوصلوا على السماء ما بتوصلوا على السماء اللي بيوصل على السماء هو هاللي بيشتغل كل حياته تتذكري قصة العذارة الخمس الحاكمات كان معهن آني فيه زيت حتى يعبه مصباحهن دايما وقت اللي بينقص هذا المخزون اللي بيكفي هذا المخزون اللي بده يكون مثل ما كانت لشهداء المسابتين حياتهن اليومية عم بيبنوا فيها الفضائل هذي مش لحظة صدفة لا اجه الاستشهاد تتويج نعم هاي المكافأة يعني كانت بالضبط هذا هو الاكليل اللي ذكروا فرانسيس بالضبط ونحن نسأل نفوسنا انا شو عم ببني على اي طريق ماشي هل فعلا يسوع هو الطريق والحق والحياة بالنسبة لها قلي ام شو بيقولوا الناس هو طريق ايه وشو بيفيدون الناس جمع مال جمع وعمر بيته وعمل أسر وبلا يلتصر معه سكي قلبيه اشتلع معه والذي اعددته لمن يكون متل ما بيقوله يسوع عن المثل هداك الغني هاللي كبر أهراءه كأنه هو اللي عمل القمح عنده يفيد كبر أهراءه شو عم بيكبر بالحقيقة؟ عم بيكبر قبره هذا كل الموضوع بدل ما الفائد عنا نوزعه على الفقرة وأعمال الخير والمحبة نقعد نكدس لا شو عم كدس؟ عم كدس الشي اللي بده يديني قدام الله بيقلي ليك خيك كان على بايبك هذا الغني وليعازر خيك على بايبك بعتلك يهتيكون طريقك على السماء رفضته ورحت على الهلاك شو استفدت؟ واليوم بده يقلي هيك اليوم شو بيفيدوك الناس إذا إذا ردوا عنك أو لا بالعكس ما بيردوا عنك إلا وقت اللي بيحققوا مصارحهم من خلالك وإن شو ربحت؟ شو ربحت؟ يعني الهوم قديش منربح نفوسنا قديش قدرين نربح نفسنا من خمدوسة هيدا النقطة الأساسة اللي لازم نحنا يمكن نحطها هدف هيدا هو الكنز الحقيقي اليوم منقول قدي نحنا المال بيحجب عننا الطريق أو الفقر بيسهلنا الطريق لأنه فيه كمان مفاهيم ببعض الأحيان ممكن تكون خاطئة إنه أنا هيدا الغني ما رح يطلع على السماء بس أنا الفقير اللي عم قضي رح أوصل للسماء كيف تشرح لنا إياها سيدنا هيدا؟ لا هون نقطة كتير كتير لا يحو فرانسيس كان غني نعم وعبد المعطي ورفائل كانوا عائلة غنية وتخلى عنهم قالوا خدوا لا 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 عبد الله مفتي دمشق خدوا بتخلقوا على السماء ولي لا إذن الغني هو غني بملكوت الله بريضة الله غني المال المال إن إجا أو راح ما بيعمل شي يسوع كان ليس له ما وضعش ند إليه رأسه ومش كل فقير معناها طالع على السماء لا لا بده يكون غني بالبعد الروحي هذا اللي بده يكون غني ما يفكر حاله أنه أنا فقير يعني على السماء لا والغني ما يفكر حاله أنا غني يعني عاج هنم لا أبدا اللي غني بأ الله هذا هو الغني اللي بيحب الآخرين هاللي بيعرف أنه هو ابن الله وبنت الله ابن العدرة وبنت العدرة على أقدام الصليب هذا عايشهم كل الوقت وعن بيبني بيته بالسماء كل لحظة بوقت اللي بيعتبروا الناس حرام ماتوا شهداء ولك أي حرام نيال ماتوا شهداء عايشين إلى الأبد مع الله بسعاري مع الأحرود نعم شهداء مسبكيين طبويين وين صارت دعوة تقديسهم لديهم نشوفهم لكل الكنيسة لنختم نحن وياك الوقت عم بدهمنا سيدنا نعم هلأ ماشيين فيها وفي لجنة مطارين من بكركة عم تشتغل على الموضوع وفي عنا الدعوة تبعهم ماشيين فيها بيقوي يعني هلأ بيقوي ومجددين بيقوي كمان وبدعوا كل الأخوة والإخوات السامعين إذا حدا بيعرف عملوا معجزي لأنه عملوا أكتر من معجزي عامل حقق فيها إذا حدا بيعرف أنه عملوا معجزي ضغري يخبرنا ضغري يخبر تحتى كل هالمعجزات هذه يتم التحقيق فيها وتنرفع على روما منشان يتم الاعتراف فيهم الديسين على مذابح الكنيسة الجامعة نعم هؤلاء الشهداء بحاجة لمعجزات هنه هنه صاروا طباويين طباويين فقط بيبقوا طباويين بالضبط طباوي هو الفرق بينه بين الديس أنه الطباوي بكنيسته بجماعته مثلا بالكنيسة المارونية لازم يكونوا معممين على كل الكنيس نعم لأنه قلنهم الديس بكتابنا الديس خاصة قلن هؤلاء الطباويين بينما بس يتنعلن أداستهم بيصيروا على مذابح الكنيسة الجامعة كل سوا بكل الطواقف نعم وهون إلي رجاء خاص لكل السامعين رجاء خاص أنه يصلولن ويطلبوا شفاعتن باستمرار ويصلولن بإلحاح ويضلوا بصلاتن 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 لأنه هذا الوقت هاللي هن بس يتأدسوا بيصيروا على مذابح الكنيسة الجامعة وبيقدر ما منصليلن بقدر ما منحثن هن يجوا ويتشفعوا فينا ويعملوا معجزات معنا إذن يلا نشد همتنا كلنا سوا هذا الإلحاح يعني دايما للطباويين أبدا لا يقدروا حتى يوصلوا هيدا شي بيحفزهم أكتر يعني صلاتنا بتحفزهم إي بتحفزهم كتير وخاصة اليوم نحن بعائلاتنا بحاجة لقلهم كقدوة نعم بحاجة لقلهم كقدوة هؤلاء عائلات ما كان ناقصهم شي بهالدني أموال كتير بس اعتبروها وسيلة للمساعدة والمحبة والفضائل وغيره وهيك عاشوها يعني وكانت بيوتهم كناقص منزلية يصلوا بالإنجيل يخبروا حياة الأدسين يصلوا المسبحة مع بعضهم وكانوا سوعداء نعم عم الفتش نحن على الصعادة سيدنا اليوم مش عم اللقية بسهولة لأنه عم يفتش مثل مثل واحد عم يفتش على تخبرك لكان قصة جحي مرة جحي راح لعندي جيران كان أيام شتوي وعاصف ودني سهر ورجع بالليل شهد ساعة 12 بالليل ضرب قيلوا على المفتاح ما لا إيه طلعوا شافوا عم يدور على تحت شباقهم قالوا له شو باك يا جحي قالوا لنا ندور على المفتاح قالوا له هن ضيعته قالوا لنا وكيف عم مددور هن قال له هن في ضو محل ضيعته ما في ضو نحن عم ندور على السعادة بمحل ما فيه سعادة راح نلاقيها شي لا بدنا ندور على السعادة محل اللي فيه سعادة يعني نحط السماء قدامنا هدف وحياتنا بالمحبة والفضائل ونعمل كنائسنا بيوء عائلاتنا كنائس منزلية وقدامنا الإنجيل نعم هل عم نفتحه فعلا هل عم نصلي المسبحة مع بعضنا البعض هل عم نعمل كل شيء حتى نساعد الآخرين يشوفوا فينا صورة يسوع المسيح هل منشبه المسيح منرجع للهوية وللانتماء نعم نعرف نحن مين وكله بهون ومنقدر نوصل نوصل على السماء تماما ونحط هيدا الهدف قدام عيوننا تماما ما قلنا طريق سعادي إلا هيدا نطلب شفاعة هالإديسين بدنا نطلبها بإلحاح نعم وبإلحاح 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 لأنه عندهم معجزات عم نحق فيها نعم أنا بدي أشكرك على حضورك معنا سيدنا المطران ليسليمان رئيس المحكمة الاستئنافية البطياركية المارونية وراعي أبراشية اللذيقية المارونية سابقا نعاد عليك وضيما بها الحماس والاندفاع من ناحية الإيمان لأجل الشهادة اليوم قديش الشغلة مهمة وأساسية بحياتنا ككل ومجتمعنا نحن بيأمثل حاجة لشهود شهداء لأنه في عنا استشهاد أبيض يعني حياتنا اليومية بالجهاد المستديم واستشهاد أحمر اللي هو مثل ما استشهد شهداء المسابكيين بالدم بقى يلا نشتغل مثل مار مارون بالاستشهاد الأبيض اليومي نعم شكرا سيدنا من جديد نتابع نحن بيكون أحبائنا بيتاني فقرة من برنامجنا ونكمل تنحكي كمانا كتير بنفس السياق ويكون حديثنا عن المكرم البطياركي الياس لحويك مع الأخذ جوليات أبي خليل من راهيبات العائلة المقدسة المارونية اشتركوا في القناة